السلام عليكم يا احلام وتابعين في الدنيا النهاردة هنعمل اعادة تدوير من البلوزة القديمة دي انا عندي بلوزة خلاص مش محتاجها بتاعة اطفال فبدأت كده ان انا شوف الجزء اللي تحت ده حسيته انه هو كلوش مالوش علاقة بالجزء اللي فوق غير انه هو متخيط في الوسط بتاع البلوزة فهبدأ كده ان انا احدد المقاس اللي انا عايزه للجيبة طبعا هنهطر ان انا اطلع لفوق بحيث ان انا اكون الجزء اللي انا محتاجه لفوق دوت يكون للكمر بتاع الاستك يعني انا عايز الجزء اللي هو بتاع الكلوش ده كله يكون للجيبة والجزء اللي هو انا هاخده الدغري ده يكون للكمر اللي هيركف فيه الاستك بصو شكلها والشغل كله في معي في الكلوش ده بدلا ما انا هكونت هارمي البلوزة خلاص مش محتاجها استغل بقى الكلوش دوت انه هو يكون اه للاستك بتاع الجيبة نفسها يا فهبدأ كده بعد القص ان انا اجيب الاستك اول حاجة بعملها وبقفل الاستك طبعا انا لو الوسطة مثلا باخد مقاس الاستك وبنقص منه حوالي تلاتة سنتي يعني بقصره اكتر من تلاتة سنتي بحيث ان هو يلم معي ويكون مظبوط بالزبط لو عملته على قد مقاس الوسطة هيطلع معي واسحة انا كده قفلته ببدأ ان انا احط الاستك بتاعي وبتني عليه القماش بس مش بخيط على الاستك انا بشد وبتني الجزء بتاعي القماش من تحت زي ما انتم شايفين كده اشد وببدأ ان انا اخيط اشد وابدأ ان انا اخيط هو من تلقائي على طول مجرد ما انا بشد كده بيبدأ اياه من معي الكشكشة في الجيبة بتاعتي هنضف بقى الفتل بتاعتي زي ما انتم شايفين كده شكلها خلاص يعتبر خلصت معي الزراير دي عايزين بقى تخلوها خلوها عايزين تشيلوها شيلوها بس انا هشيل اللي هي اللي فكرة سهلة من وسيطة بدل البلوزة ما كانت تحت تريمي بقى تجيبها كلوش من حاجة كنا نرميها اتمنى من الفيديو يكون اعجابكم ما تبخلوش بعليا باللايك والشير والسبسكرايب ولو لسه اقوم مرة باتباعني فعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلك الجديد متشكر جدا ليكم للمتابعة للنهاية ومع السلامة